السلام عليكم عليكم اشتراك على الاشتراك في القناة اشتراك على الاشتراك خجورات قن 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 اذا ما يحدث على شخص عليه اسمه مكاوي لايف ستايل ايشيغلته هذا مكاوي اه نصاب حرفيا هدى اول شيء يعني كم مقطع اول مقطع ينرى هذا خمس صفات لو عندك مفيش ابنه بداخل تقوم بجزاء التمنتاش يعطيك كذا اشياء كذا حشان طور من نفسك اصدر مو بجزاء اه زائد عليا لزوم طبعا عليك ام طبعا نستعباد وصلى الله عنه سبحان الله وحمد الله العظيم من التسجاه نبدأ المقطع اول شي هذا مكاوي يستخدم شوار بنات والعيادة بالله عشان ايش عشان يزيد الفتنة طبعا احنا اول شي اول شي بالفداية بالفداية مكاوي لازم طلع صدرنا على اساس ايش انا ولد فيه شيف الاخرة هقولك على خمس صفات لو عندك مفيش بنت خط تحتها مليون خط مفيش بنت هتعرف تقومه ركز معي عشان بالذات الصفة التالتة انت محتاج تعرف فيديو النهاردة شوفوا للاخر عشان معظمكم صدقني محتاج يلا الان اقول لش اخوي كده يبقى جايما يصير كده ها طلعا انا نشوف دايا يا اياه تقومي تحت كده في الكومنتات ايه اكتر حاجة مع الطلاق في علاقتك مع البنات ايه اللي دايما بيقع منك او حاس انه عيب فيك ما تكسفش كده قولنا داحت في الكومنتات انا اكبر عيب فيني انه جاي يتابعك طلاطات الشائعة في الناس اللي بتجيلي في التدريب الانلاين ومش عارفة تكلم اي بنت مفيش بنات في حياتها الموضوع بايس خالص والموضوع في الغالي يا عجوكم والله ما اروحولي عجل انه مفيش فنت فيتكلمني لو هو اعطاني بلوس دايما مش ببالغ بيلب في حوالي الخامس صفاته اللي اقولك عليهم النهاردة خمس حاجات لازم يبقوا عندك عشان البنت متقدرش تقومنش اول حاجة ودي اللي معظمكم بيغلط فيها لازم لازم تبقى راجل ما بيتأثرش بحلاوة البنت اللي قدامه البنت اول شي اول صفة انا بقولك يا لازم تكون راجل موت صفاته لا راجل بس البنت متعودة من كل الرجالة انها حلوة عارفة انها حلوة وعارفة انها بتاخد الرياكشن ده فما ينفعش تبقى شبه الباقي وتديها الرياكشن ده لو انت كده اوتوماتيك بقيت شبه كل اللي بيجيلها كل اللي بيكلمها ما ينفعش تبقى كده الموضوع بسيط لازم تعود نفسك انك ما تتأثرش بالحلاوة دي تبقى طالب منها اكتر البنت بالنسبة لك اكتر من شكل فلما تتعامل على الاساس ده متنبهرش بحلوتها مش كل شوية تديها متبقى متسمعاش اللي هي عايزة تسمعه على طول ومتعودة تسمعه ساعتها تفرق عن الباقي ساعتها تبتدي تبقى مغناطيس ساعتها هي اللي هتيجي تكلمك طب ان هو يفرجك سورة هنا على اساس انه ايش ان هو المغناطيس انت مغناطيس المميز عن الباقي عشان صدقني متخدعش نفسك هي عندها كتير غيرك وبشناتها كتير احنا في عشرين تلاتة وعشرين لو فتحت دي ام اي بنتها على انستجرام هتعرف لانا بكلمك فيه نهاية الاول شي هذا يقول لك انه عندها اوبشن كتير عندها رجالة كتير واصلا هو ما يدري انه الحين البنات صيرين شبه دبل العيال في العالم كامل وارو اساسة السلام في حديث يقول لك انه رح يجي يوم يكون لكل رجال خمسين مرة في العالم فعلمين؟ الحين مدران كل الرجل العين ثلاثة بنات رح يجي يوم يصير لكل رجل خمسين مرة قباله ان شاء الله فهمتوا جدا 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 لازم البنت لما تقرب منك الهيجين بتاعك يبقى عشرة على عشرة رحتك نفسك نظافة بشرتك عشرة على عشرة ما فيهاش نقاش مش فتخيل كمية البنات اللي بتجي لي في تدريب الونلاين وتقول لي الرجال رحتها وحشة بقرف منه رحته سجاير سنانه صفرة ما بيخسلهاش رحت بقه زفت بشرته مليانه اكني وقرف ومزيته حاجة تقرف كلام ده قبل ما يكون للبنات وللناس عمتك لازم يبقى ليك هذي مالح علاقة هذي الرسول عزة السلام امرنا فيها النظافة من الايمان والوساخة من الشيطان يا رجل زي قاعد كده مع نفسك ببساطة لازم تغسل سنانه كل يوم مرتين على اقل تستحمى كل يوم الموضوع بسيط وتمشى على سكين كير روتين وسكين كير يعني تيج هالي غير اي روتيلر في النص زي كورفور او اي صيدلين انا بعالي سنين بستعمل المنتجات المختلف جولو الله ما احطم علي لو انه رح تتكاتل النسوان كلها علي هذا اول شيء ثاني شيء اثمان الخميس ايش قال قال البنت ما تبي واحد ينافسها في الجمال تبي واحد جيكر عشان تشوف نفسها علي انها حلوة حرفيا يعني معادلة بسيطة مضروضة شنك بنت من الصبح يا رجل حاجة اساسي كلام ده مش كلام انا بس كلام الناس اللي قربوه خلال اسبوعين بس شافوا تأثيرات قبارة هسيب لك صورة على الشاشة طبعا تستخدم هذا المنتج اول اسبوعين احيقفلك الحب ابدا كامل تقطع نار واحد يرجعليك الحب انا اكثر شخص يستخدم منتجها زي دي بس يخسي الوجهي الشعري شعري في الجشرة استخدمت واحد شهرين قال لي بعد شهرين خلاص يروح فتاة بعد شهرين اسبوع قطعت ورجعت للجشرة اجوا هديجي هنا رقم ثلاثة ودي اهم صدفة لازم تبقى عندك مفيش حرفيا بنت هتقدر تقومك لازم تبقى راجل مقفل كذا خانة عشان الفلوس هتزهق منك هتيجي المين هتيجي الوحش شبه مكاوي معها فلوس وشكله حلو وبيعرف يلبس طبعا مكاوي ما في مقطع له موحط انه هو الجنت المن اللي هو وصل يعني الليمت اللي خلاص بعده خلاص يعني بعد مكاوي فش مكاوي بس مكاوي طبعا بيعرف لو انت راجل بتروح الجيم وجسمك حلو ومعاكش فلوس قال بنت هتخرج معك مرة مرتين بس هتتدور على مين على واحد شبه مكاوي جسمه حلو بيعرف يلبس ومعاه فلوس لو انت راجل معاك فلوس ومعاك جسم حلو مبتعرفش تتكلم مبتعرفش السماحة اللي هي عاوزة هتيجي على مكاوي عاوزش تاخد وتدي هتروح تدور على واحد شبه مكاوي عنده ده وعنده ده وبيعرف يتكلم فانت لازم تبقى راجل شغاله على كل نواحي حياتك فلوسك شكلك جسمك لبسك وطريقة كلامك وثقتك في نفسك انا قد يسأل مكاوي سواء الواحد مكاوي ايه رايك وحيقول اه ده انت وحش وبتعرفش تلبس وبتعرفش تتكلم معندكش جيم معندكش سيارة معندكش مصاري بس انا مظبط بنات اكتر منه البنت بتدور على ده انا كلمت الافات منكو في التدريب الانلاين انا عارف طبعا الالافات هو يزيد اصفار اساكرو فهمتك رقم اربعة ودي صفة مهمة جدا جدا لازم تبع عندك عشان تبعه مغنطيس البنات بتحب الراجل اللي ما بيكتبش صريح مش جمان بيجيب من الاخ البنت لما تكتشف انك عمال تكتب ملكش شخصية كده لما تقفشك بت بصفت انك كذاب غير انه اه تفرد علم ملكش شخصية سخصية انا بعرفش اتكلم يا مكاوي لازم تعطيني دروس اه بس بديش منك بدي بنواحد الراجل اوه 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 اسكر صفحة انا مكتب ذا انا بروح اشوف له مكتب ثاني اربع صفات شخص جذاب اه اربع صفحات فعولية تخليك جذاب اكي هو بيوسط ايه هو بيش بيش يوسط حاتي ايه تحاتي طبعا اوه ان شذاب طبعا هو ايش كتب قلبان عن تيل بنطفل اوكي طبعا يا عيال انا بس بدي كده اذكركم شي ثاني انه اتحداك ما تحداك وده المكتب ده مكاوي ما بديح نفسه اذا ما بديح نفسه ما عندكش صحاب ما عندكش مفيش بنات مفيش فلوس فانت غالبا ما عندكش الصفات اللي انا اقولك عليهم من النهاردة دول اه النهاردة هقولك على اربع صفات روجوا ليه فوحوا ليه المجتمع هيقولك انهم غلط بس في الحقيقة دول اللي هيفرقوا جدا وهيودوك في الحتة اللي انت عايزها طبعا اسمع كلام اي شخص غلط او لا تسمع كلام مكاوي انا واحد اثنين رح يبيعك مبادئك ورح يبيعك حلاغك كتير بايتك كل شي عندك بناه وابوك وجداد جداد جدادك ورح يخليك يات باطلة ليه عشان تصير راجل هيحبوك البنات كلهم بديش يا راجل تجربتي وتجربة 300 واحد من طلابي انا شبه متأكد ان الصفة من دول مش عندك المجتمع زي ما انت عارف ماشي في حتة انسوية بزيادة بعلوه فاطرة بيشجع البنات يس اشتغلي انت قوية انت مش محتاجة الرجالة انت قد الحياة وزيادة وفيلم باربي عامل مليارات والناس كلها زقه ودعاية بزيادة والبنات طلعين حتى السوبر هيروز اليومين اللي فاتوا دول والدنيا تحسها في ايه هو عيب ان احنا نبقى رجالة ولا ايه مش عارب فبالتبعية الشباب هما بيكبروا اليومين دول بيلاقوا انه تقريبا غلط انك تبقى راجل تتفكر زي رجالة اكت زي الرجالة تحس مشاعر رجالة غلط في حركة غريبة كده تقوية للستات على الرجالة او الرجالة منهم مش لازمة والستات مش محتاجهم والستات هي القادة والحاجات غريبة كده ما علينا طيب ان هذه المعلومة غلط ابدا ابدا مدري ايش رح يقول مكاوي وايش منصار انا ضده هو مكاوي ضده انا اكره هو اذا اول شي ثاني شي اي بيت تقود وبالحرمة فيش رجالة يا رجال رجولية واحد لازم تهتم بشكلك الكلام ده مفوش نقاش مفيش حد ناجح في الدنيا شكله مش مهندم فلو مش مهتم مفروري خلاط رح تهتم بشكلك رح تهتم شه تسوي؟ ضبط وجهك طبعا تحطوله ماسكهات ما تحطوله اي شي لان انت رجالة يعني ان كثرت يردل سنفرها بشعر سويله سنفرها ضبط شعرك انا قبل كان شعري مزابط ضبط شعرك والحد الان مزابط بس ضبط شعرك كل بسلك شي جميل يا رجل يعني ما رح احد يفصخ كثوبي على اساس ان هو انا راجل ما يفعش اهتم بالبسي المجتمع بيقول اللي اهتمام بالنفس ده للستات بس مش مهتم بصحيتك مش مهتم بأكلك وجمك ده غلط لو لقيت كل الناس المؤثرة فعلا الليدرز هتلاقيهم مهتمين بشكلهم مهتمين بجسمهم مهتمين بجسمهم الحمد لله يا عياك صار اللي اكتب ريبط من الفيلم 19 كده ما زاد وزني ولا نقص وما احتجت جم ولا لا الحمد جسمي جميل مرة يعني مدرب مدرب نفسه قال انه جسمك ممتاز يعني الطوزني انجس من طول المية وعشرة كده يكون جسمك مثالي لا لا تسمع كلامه وربا كابا لا بح يخسرك مصاري لسه مهتمين بالطريقة اللي بيعرضوا بيها نفسه مع الناس فالف به تروح جيم تاكل كويس هدومك تبع على مقاسك ابوس ايدك دي مسلمات شكلك يبقى كويس يبقى فوق العادي مش بقولك تبقى سوبر فوق العادي ده اقل واجب انا خاس ناس اللي بسوا لك افرسايز يبا افرسايز ترى ابدا 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 مهو جميل ابدا يا مدريمين مهو جميل ابدا انا ذي كاميرا لبست افرسايز يا راجر اردت اراجع من نفسي اشوف نفسه في المراهة كده كان يدب وانا نحيط فعنا هادي يقولك ايش كيوت تاني صفة الالفا فعلا الراجل الزكوري الفحولي فعلا ما بيعديش التهريك لما حد بيتحداه ما بينفعلش معاه ويخلي اللي اتحداه ده خد منه الرد اللي هو عايزه يعني ايه؟ يعني لما مثلا وانت قاعد قاعد مع الشباب او قاعد قاعدة في جروب او قاعد قاعدة في الشغل وواحد عمال تقريبا يضايقك وعايز ياخد منك رد انفعالي او رد عاطفي شوية عمال يتحداهك بطريقة اللي هو مثلا لو انت بتروح الجيم يقولك هو كل يوم جيم جيم ولا ايه؟ انت عايز تطلع اولمبيا ولا ايه؟ على اساس انه ظهر الانسان الضعيف او الانسان المتفاعل اللي مش جذاب بيعدي الموضوع بيضحك بياخد الموضوع بسخافة بيبتسم بيمشي الموضوع الراجل الالفا الراجل الجذاب الراجل الناس بتحبه يجوم ويضرب ويطعج رأسه جدام جدام البنات عشان البنات يقول ايه 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 ابي بيكول اوت الموضوع بيش هيكة بحيادية من غير ما يبين انه متضايق ولا فرخان بكل بساطة لو حد قالك كده ايه كل يوم جيم وضايت ولا ايه؟ انت هتقوله مثلا يا احمد او يا باسم مش لازم الناس كلها تبقى مش مهتمة بصحيتها زيك بيش هيكة خالص هتخليه هو يخش في وضعية الدفاع هيدافع ان هو ايه لما مثلا بنت تقولك عامل فورو بلاك كده كده ليه هو انت بتاع بنات لو انت سكدت وعدتها واتحكت وخلاص انت كده ضعيف هي عايزة تاخد منك ري اكشن وانت تدهلها انت ببساطة هتقولها هو انت عايزينها بقى بتاع ولا ايه بكل الشيات خالص هي تحط نفسها في حت الدفاع وهكذا اظن فهمت الفكرة انت هتكول اوت الموضوع بحيادية ده الراجل الالفا الراجل للذكورية ما بيعديش الموضوع يا عيال من النهاية يا بي كده يحرطكم على الناس فبنسكب ونشؤروا على المرحلة لا 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 لازم حركة جسمك الطريقة اللي انت بتاعرض بيها نفسك مش لبسك حركتك لازم تبقى بطيقة ماينفعش تمشي بسرعة ماينفعش تبقى مش على بعض عايزك كل حاجة تبقى مدروب يا عيال انا اول مرة اشوف واحد مين ثلاث أربعة خمسة سيكس باك يا رجل لما تبص على حد وتلعيب يبصلك الاي كونتكت مش انت اللي تكسر ومتبصش بايه هو اللي يبص بايه اتضرب على الكلام ده انا عارفه صعب بس مش انت الوشك مش على بعض الناس اللي وشها مش على بعض استغفر الله العظيم يا عيال والله جرفني اريد اراجع اي اتعرفون ايش يعني اراجع يعني اراجع كثير 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 ويدراجع كذا اوكي مكاوي وحدي كاهر مرة وانا هدا او به شخص او مى ا deceiveهم خلصيا ليس اذنسمعوا كلامكم ابدا اخللك على طبيعتك بعدين مش بضرورة انك تجمع بناتك بحلال بح pub up يجبك رأجل وبركت مع علامك اخلك رائع وربطتك امud من الأخير هل يوجد نوعية دولترا يثيرون مرة يوجد شخص يوم يومكا على سوريا هذا سوريا أصبع سوريا يا اخي أنا سوريا فقير فإن هذا هنا وصلت الحلقة لا تشعر بك واشتراك وشبهاتنا رسالك وصفه طبعا عليكم تبعوني السنبات صلى الله عليه وسلم و fooled سوف نعجبكم من الحلالا لكن ان شاء الله أعجبكم و مع السلامة اشتركوا في القناة